اشتركوا في القناة تحسين جودة الخدمة الصحية شدد معالي خلال الندوة على استمرارية مجانية الخدمات الصحية والعلاج والدواء للمواطنين في جميع الأحوال حيث سيتمتع المواطن بالمزيد من الخدمات الإضافية وتحسين جودة الخدمات واستعرض معالي مشروع التطبيق التدرجي في مشروع التسير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي يجرى تطبيقه اتباعا على جميع محافظات المبلكة شار معالي إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية المناسبة ثم استعرض الدكتور أحمد محمد الأنصار الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أخر مستجدات مشروع التسير الذاتي للمستشفيات الحكومية وبأثره في تحسين الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة من جانبهم أعرب محافظ وأهالي المحافظة الشمالية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمبادرة المجلس الأعلى للصحة في تنظيم هذه الندوة للجمهور والتي ساهمت في توضيح الأهداف المنشودة من برنامج الضمان الصحي ترجمة نانسي قنقر